أكد وزير الداخلية محمود توفيق الحرص على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية نظيره النمسوي جيرهارد كارنر والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزرتين الداخلية في البلدين وأسلي بتعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترق من جهته أكد وزير الداخلية النمسوي اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفردها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية